الثامن عشر فيفري اليوم الوطني للشهيد تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر إن عظمة الأمم كانت ولا تزال تخضع إلى مقدار ما تدفعه وتجود به من تضحيات وبطولات زمن الحرب وإلى مقدار رفعها التحدي والصمود في زمن السلم ليكون بذلك وقود تقدمها وازدهارها في ظل عالم سريع التحول والجزائر في طليعة هذه الأمم العظيمة التي قدم شعبها تضحيات جسيمة لتخليص الوطن من براثن الاستعمار منذ أن دنست أقدام أرضنا الطاهرة فقدمت الجزائر المكافحة قوافلة متعاقبة من الشهداء فداء لتحرير الوطن إن الاستشهاد في سبيل تخليص الوطن من قبضة المحتل الغاشم غاية النبيلة لا يسم إلى تحقيقها إلا المخلصين لله والوطن الذين فضلوا التضحية بالنفس والنفيس لينعم الوطن بالحرية ومن هؤلاء شهداء الثورة التحريرية الجزائرية قبل الخوض في تفاصيل معاني ورمزية اليوم الوطني للشهيد يجدر بنا أولا تحديد مفهوم الشهيد لغة واصطلاحا فقد جاء في قاموس المنجد في اللغة العربية معنى مصطلح الشهيد كالآتي الشهيد من أسماء الله الحسنى من قتل في سبيل الله أو دفاعا عن بلد أو عقيدة أو مبدأ شهيد الإيمان شهيد الوطن شهيد الحرية وتفسيرا لتسمية الشهيد جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور أن الشهيد في الأصل من قتل مجاهدا في سبيل الله وسمي شهيدا لأن ملائكته شهود له بالجنة وقيل لأنه حي لم يمت كأنه شاهد أي حاضر فضل الشهداء على الأحياء مما لا يختلف فيه اثنان أن الشعب الجزائري خاض كفاحا مريرا ضد استعمار استيطاني شرس لأمد طويل يربع عن القرن وربع القرن قاس خلالها أبشع ألوان الظلم والهوان ما لم تعرفه أمم أخرى وبالرغم من المقاومات والنظالات في أشكالها العديدة إلا أن النصر على المعتدي لم يتأتى إلا بعد خوض الثورة المباركة ثورة الأول من نوفمبر 1954 التي امتدت على مدار سبع سنوات ونصف تحققت فيها الانتصارات والانتصارات كما قابلها من جانب آخر قوافل تلو القوافل من شهداء أبرار نالوا شرف الشهادة في ساحات المعارك في غيابات السجون والمعتقلات تحت ضربات الطائرات وعبر الخطوط المكهربة وفي المظاهرات العامة فكان عددهم يربعا مليون ونصف المليون شهيد خلصت الشعب الجزائري من ريقة الاستعمار وحققت للوطن الحرية واستعادت السيادة الوطنية إن جيل نوفمبر الذي أوقد شرارة الثورة التحريرية المجيدة وتعهدها بالرعاية حتى لا يخبو وهجها لم يواجه الاستشهاد كقدر ينبغي الاحتياط لاجتنابه بل أقدم على الاستشهاد كخيار مثله مثل الانتصار سواء بسواء يتسابقون للفوس بالشهادة بإيمال صادق وعقيدة راسقة بأن التضحية من أجل الوطن هي واجب مقدس وتقديرا لهذه التضحيات الخارقة التي قدمها الشهداء لوطنهم وشعبهم وتبجيلا وتمجيدا لإيثارهم الفريد فإنه من واجبنا أن ننحني أمام أرواحهم إجلالا لهم وتعظيما لصنيعهم فالشهداء آثروا على أنفسهم وأهليهم فذهبوا تاريكين زوجاتهم وأبنائهم وأحبائهم من أجل أن نعيج نحن الأحياء سعداء في وطن حر في ظل العزة والشموخ حماية ذاكرة الشهيد سنت الدولة الجزائرية قوانين وتنظيمات لحماية ذاكرة الشهيد ورعاية ذويه منها قانون المجاهد والشهيد الصادر في الخامس من أفريل 1999 تمجيدا للشهيد باعتباره رمزا من رموز الثورة التحريرية في عدة مواد أهمها المادة الثانية تصار الدولة على تمجيد الشهداء واحترام رموز ثورة التحرير الوطني ومآثرها بالإضافة إلى مواد أخرى كما أقرت الدولة الجزائرية يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني يحتفل به سنويا بموجب القانون رقم 91-32 مؤرخ في الرابع عشر من جماد الثانية عام 1412 هجري الموافق للواحد والعشرين من ديسمبر 1991 بالإضافة إلى إنجاز المعالم التذكارية المخلدة لذاكرته وتسمية المؤسسات والشوارع بأسماء الشهداء اعترافا وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن دلالات اليوم الوطني للشهيد إن ذكرى الشهيد تستوقفنا عند الملحمة التاريخية التي صنعها أولئك الذين لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب في المعتقلات ومراكز الاستنطاق والسجون والمحتشدات وأولئك الذين نالوا الشهادة في ساحات الوغع وأولئك الذين نفذ فيهم حكم الإعدام جورا بالمقصلة وبالرصاص وأولئك الذين راحوا ضحية الإبادات الجماعية وحقول الألغام والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية إن ذكرى الشهيد تستوقفنا لنتذكر دوما أولئك الذين اتخذوا شعار فداء الجزاء الروح ومال وقودا لهم وكان همهم الوحيد وتحرير الوطن فضحوا بالأنفس وقدموها رقيصة على مذبح الحرية دون التطلع إلى مكسب ذاتي أو مجد شخصي إن ذكرى الشهيد تستوقفنا لأخذ الدرس والعبرة لاستقراء معاني الصبر على المحن ومكابدة الأهوال والاستماتة من أجل الحق بالنضال والكفاح لتحقيق الحياة الكريمة وصون الوطن ليتذكر أبناء الجزائر كم هي غالية الجزائر وشهداؤها الذين طوعوا حركة التاريخ لينساق وراء إرادتهم ففي هذا اليوم الرمز اليوم الوطني للشهيد يكون من أقدس واجباتنا تجديد الوفاء لرسالة الشهيد إن الوفاء لرسالة الشهيد ينبغي أن ينأى عن القراءة الشكلية أو الانفعالية بل يتطلب منا اعتماد مقاربة أساسها القراءة المتأنية الشاملة التي تستوعب الماضي والحاضر والمستقبل فالشهيد إنجازه يمتد في آثاره في الزمن حتى إن تحدثنا عنه بصيغة الماضي فسيظل على الدوام عنوانا لإنجاز الحاضر والمستقبل شهداؤنا تسابقوا للفوز بالشهادة بإيمان صادق وعقيدة راسخة بأن الموت من أجل الوطن ما هو إلا واجب مقدس مقتنعين بأن الخلف الذي سيأتي من بعدهم لن يكتفي بالمحافظة على ذاكرتهم فحسب بل سيثابر للدفاع عنها وفاء لرسالتهم الخالدة ولسان حالهم يقول إذا كتبت لنا الشهادة فدافعوا عن ذاكرتنا طحيا الجزائر